ننفع عن انتشار طب التجميل وهوس تجميل أيضا مع الدكتور محمد الموسوي اللي نورنا بهاشتاك شباب مرحبا محمد مرحبا محمد نورتني مرحبا دكتور نورتنا لليوم أكيد رح نستفاد من نصاحك القيامة إن شاء الله أول شي تعرفنا سكل المشاهدين وعن اختصاصك أنا دكتور محمد الموسوي أخصائي أمواط جلدية والتجميل والليزر حاصل على شهادة البورد العربي نورتني أول سؤال دائما نقول أنه انتشار مراكز تجميلة برأيك بالوقت الحالي نعم نشوف بالوقت الحالي من صالون اتحول لمركز تجميل وقاموا يشتغلون بكيفهم ويحقلون البشرة بكيفهم أنت شو نرأيك بهذا الموضوع؟ والله بالبداية أحب أن نوف الشغلة أكو فرق بين الطب التجميلي وبين الجراحة التجميلية نعم الطب التجميلي هو كل الإجراءات اللي تتم يعني لتحسين المظهر تشمل أما علاجات موضعية علاجات ليزرية بعيدا عن الجراحات التدخل الجراحي أو علاجات حقا بتاعت تخدير موضعي حاصل نعم من يتحول الموضوع إلى شيء لتغيير المظهر وهذا نحتاج له فاتش اسمه الجراحة التجميلية هذا اختصاص واحد بحد ذاته صح الناس المؤهلين لممارسة طب التجميل هما الناس الأطباء اللي مثلا دارسين خلال مراحل حياتهم تشريح الوجه والانجلد وكل الأوردة والشراني الموجودة هذا الخاص بطب التجميل طب التجميلي لأننا قلنا جراح تجميلية خاصة الجراح لا يختصها الجراح التجميل حصرا نعم مثلا نسعني طبيب جلدية ما قدر يعني أشتغل شغلات يشتغلها طبيب الجراح التجميلي كل شيء وفق الأختصاص كل من واختصاص نعم اللي صار بالقاون الأخيرة أنه هاي طلعت هاي الدورات الغير مصرحة والدورات الغير رسمية ويروجوا لها أنه عساس أنه هي دورات البورد الأمريكي والشهادة الكذا هاي كلها غير صادقة وكلها كذب ماكوهيت شيء يعني بورد أمريكي يجيطي دورات الناس عاديين هنا خلال ثلاث أربع تيام وعساس يطون سرتيفكيت مصرح بي ماكوهيت شيء هذا كل شيء غير صحيح أقاطعك الآن أنا دا شوفهم يفتحون ما يعني يشتغلون بمراكز تجميل بشهادة عيادة الدكتور مختص هم ذولي نفسهم اللي يأخذون شهادة صحيح يعني هي هاي أسبابها توقع على الجميع صراحة نعم مسؤولة وزارة الصحة على هذا الموضوع على الناس وما نفسهم اللي دا يروحون حرامات يذبون فلوسهم يا مهيج ناس بعدين يكتشفون أنه ما لهم حق يفتحون أي شيء ما لهم حق يشتغلون بيدهم ما لهم حق الأي شيء ومشاكل دا نشوف كثيرة يعني أكو عالم تشوهت ما تجملت وإيضا نعتب على بعض الزملاء اللي مثلا يطلون اسمهم وإجازة تفتحهم الناس غير مؤهلين الغير ذلك دكتور محمد اليوم أنا أتابع تعرفوا لأن انستجرام هو صار مصدرك لأخذ المعلومات وهو أشياء يعني أنا أتابع واحد دكتور بعيدا عن الأسماء والذكر طبيب اختصاص للأسنان نعم إن فتح الدورة خاصة بالتجميل قام يستطورها أن يروح لها ومسجل بهاي الدورة وتمارين على الوجه هو على الحق كذين شنو هذا المكس أنت طبيب أسنان شنو ما ودك على هذا الاختصاص وإلى الأمانة العلمية وإلى اللي يبدع باختصاصة أكثر عنوياك صحيح بس هي للأمانة العلمية طبيب الأسنان صف ثاني وثالث من هو بالكلية يدرس تشريح وجه نعم أنا هي شخص أوكي هو طبيب المهم عنده شهادة طب لازم أبتعد عنه صحيح بس العتب على لي أصلا هو مو طبيب أو مثلا هو بستاف طبي بس بعيد عن سواء كان طبيب أو طبيب أسنان يعني واحد يعتب على هؤلاء الفئة صح طب الأسنان لهم يعني شمالتهم حلو كتجميل أسنان وطب الأسنان جراحة الأسنان بس إن من نشتغل أستاتيك ميدوسين أو طب تجميلي يعني هو في قد لك في سين من مرحل حياته هو داعي يعني دارس تشريح نعم يعرف الأماكن الخطرة الموجودة بالوجه يعرف التأكنيك الصحيح هاي تعتمد أيضا حسب الخبرة للشخص دكتور حدثنا أي عمر يبدون البنات يرجعون طبيب التجميل أو ما لا عمر حسب الحالة يعني نقسم قسمين نعم قلت لك أكو أما تحسين للمظهر وأما صدق أكو في التشوهات خلقية أنه يعني تحتاج أن الشخص يعني يعالجه كجراحة نعم من أي عمر يبدأ؟ يعني عادة بعد البلوغ بدل في 18 سنة نشوف أكو شخص أكو مثلا يحب يغير فت شغله أكو فتشوه خلقي في منطقة معينة يقدر يسوي جراحة تجميلية أما إذا قصدت على التجميل أنه بس كتغيير للشكل والهات ممكن بأي فترة من فترات العمر دكتور ننتقل من هذا التغيير الذي تقول علي الذي هو واحد يعجبه بس نلاحظ بالآونا الأخيرة أكو رواج على عمليار التجميل وهوس تحت مصطلح هوس يعني اليوم اللي بنا نشوف أنه هي ما بيها شيء مكتملة خلقيا تروح لازم مديال خشم جديد فلر وما عرف شنو هذه الأمور الثانوية هذا جد بالمستقبل يأثر على صحتها يعني هم به تأثيرات جانبية يعني إذا شغلت مواد براند أصلية مصرحة بيها من النظمة العالمية الـ FDA وتحت يد طبيب مختص ما بيها أي مظار سواء مهما كررت الحقن أو مهما سوت ما بيه أي مظار لأن هي هاي المواد كلها مصيرها راح تذوب بالجسم بس دعشي لك حصرا إذا هي مواد بشارة تتحمل يعني مثلا الحقن الفلر المستمع يعني هذا شيء طبعا ضمن المبالغ عبر المبالغ بي طبعا هاي بي شوية مشاكل بس إذا ضمن الضمن الطبيعي ضمن المحدود لا طبعا حدثني دكتور بما أننا البنات بنا هوس مشاهير هم صادفتك حال أنه جدتك مراجعة للعيادة قلت لك أن يريد شكل كلافاً كوبي بيست لا عادة ما يريدون الشكل يعني جزء من الشكل وهو أكثر شيء يعني شفة أعتقد شون تقنعها أنه هذا الشيء ما يصير طبعا يعني الحقن مثلا على سبيل المثال الحقن الشفة يعتبد هو حسب الشكل الأصلي للشفة صحيح يعني أنا ما راح مثلا استغفر الله أخلقها من جديد أو أغيرها بس راح أكو شغلات رتوشات بسيطة بسيطة ممكن نصلحها بالحمل بس ما لتصير كوبي بيست الغير شخص لا طبعا دكتور نحن نعرف اليوم شنقول اليوم الواحد ضروري من يروح لدكتور جلدية نعم أو تجميل يأخذ بكلماته أفضل يعني أنا اليوم مو أروح لدكتور وأفرض والله سوي لهيش وتسوي لهيش وتسوي لهيش ممكن ما تناسب بشرتك أو ما تناسب حتى شكلك ليش ما أروح للدكتور اليوم ودكتور انت باوى على وجهي وقيم الحالة وشن اللي أستفاد منه وشن ما أستفاد شن مرايئك الصحيح هو هذا الشيء الصحي اللي اتفضلت بي مصح يعني هي أثناء من يجيني شخص مثلا يحب يسوي فالتغييرات بسيطة أول شيء ضمن المعقول طبعا السئلة هو شن اللي بباله مثلا جزءاني رايح بغير مجال وهو بباله غير شيء بعدين أنا ويانوصل حال وسط أنه أشتغلها ضمن الشغلات العلمية الصحيحة ومنفس الوقت هو يكون يطلع راضي بالنتيجة الموجودة يعني قصدتش المال العشرين عشرين نبعدنا على التساطة عشنا في السجن يعني مثل الغمازة احنا تجي فجأة سنة من السنين العالم انتشرت نساوي غمازة براختة بس يتدرين بيها يعني هي سبحان الله مبينة ذيتشية تعرف فيها يعني ذيتش طبعا أكيد طبعا نعم مبينة ذيتشية بصراحة أنا ما أحبشتغلها بس أكو أطباء شاطرين بحيث أنه يوصلون الصورة للطبعة صحيح صحيح يعني بدون مبالغة وبسبب هذا الهوى ثاني أيضا أعتبع الناس اللي يعني يرتادون العيادات والمراكز لازم يعني يعرفون من قد يشتغلهم طبعا المادة اللي تنحق هل هو طبيب أو لا نعم هاي بالمرتبة الأساس شغلة ثانية إذا هو طبيب هو مختص بشنو هل هو اختصاص تجميلي جراح تجميلي هل هو اختصاص جلدية هل هو طبيب أسنان هل هو مجرد طبيب متدرب شغلة ثالثة أنه لازم يعرف ناس مشتغلين ومرتادين للمكان نعم يعني هذا أعتبصرها على المراجع هو نفسه دكتور اليوم أنا من امتابعك على الانستجرام ما شاء الله أشوفك تشتغل وتشرح بنفس الوقت يعني تنزل حالات عن الأمراض الجلدية برأيك اليوم أنت منفتحه هواية ومتابعيك توصل تعليم تريد الكل تستفاد نحن اليوم نشوف ماكو أي طبيب يسولف بهاي المواضيع يخليه موضوع سري فقط يراجعه يعني أنت اليوم تطيق العلاج والمشاكل يعني هي أمانة علمية لازم أمصلها لأنا صحيح مشت إيدك وثانيا هم متابعين عزاز عليها طبعا صح أني تأخر عليهم بالرد وكذا بس أنا أحاول بكل بوست أن نزله يعني أجاوب على كل الأسئلة اللي ببالهم كلها تكون موجودة حتى السبب أن هو يكون عند أعلم بكل شيء ثانيا أنا هم أقلل الأسئلة والسفسارات عليك أنا صراحة ديمة تششي أنا استفادت من الدكتور رهويل أنا من المخضرمين متابعين منشان عند مية تقريبا أنا متابعة زين دكتور بما هي إحنا زادا مر فيروس كارونا شنو الإجراءات المتخذة بمركزكم يعني هو أكيد هو صار وصارتنا تقريبا حيصر سنة متعايشين ويهذا الوضع طبعا زين أكيد ويهي إجراءة أنه المراجع مسافات بين الناس والناس زين طبعا الإجراءات كتعقيم وكحول وكمام وقفازاتها منتهين من عدها طبعا وأيضا أثناء الشغل والحلو هو شغل طب التجميل لأنه كل شغلات هي تسبوزبول كسرنج كشغلات حقا كنيدل كل النفس الشخص وحتى الأجهزة أغلب الأجهزة بها تبات خاصة هي لكل مراجع زين دكتور شنو أكثر المشاكل اللي تواجهة بعالم التجميل يعني قصدش كمضاعفات نعم مضاعفات والله نقسمها قسمين أكو شغلات تصير عند كل الناس وأكو شغلات تصير عند أبوضع من الناس نادرين أفيا الشغلات تصير عند كل الناس هي ورن بسيط وجود الزرقاق بسيط تحسس بسيط هذا يعتبر وقتي يعتبر وقتي يعني يأخذ لـ 48-72 ساعة ويطيب تفاعل مع الحال نقدر هذا يقول عنده 90% من الناس ردة فعل الجسم تكون طبعا إذا هي وعفت شخص جسم غريب العفوض يخل للجسم صحيح مثل ما شخص يحق أن أبرة عضلية مدة تقريبا نص ساعة إلى ساعة ونص هو يحس المكان بيتورن بسيط وكذا حال حال يشيط مع البشرة يكون أكو وقت لازم وأكو أجسام حساسة طبعا يعني الحالة يصير تورم مثلا مدة 3-4 أيام ممكن أكو أجسام يعني يطول بيها الزرقاق مثلا يطول مثلا تقريبا أسبوع بس هذا كل نعتبر أنه شغلات يعني واردة الحدوث زين أكو شغلات لا هي من النوادر أنه تحدث بس هاي تعتمد حسب الشخص الذي يحقن والمادة المحقونة نعم دكتور تعرف احنا بفصل الشتاء حاليا وأكو لازم أكو عناية مستمرة للبشرة شو تنصح العناية بالبشرة بالشتاء وتعرف البشر داما جفاف ولوش ما تسوي صحيح هي جفاف البشرة من أكثر مشاكل اللي تصير بفصل الشتاء تغيير الحوامل تغيير أولا مثلا اختلاف مستويات حساني قاعد يومكم في الستوديو الجو دافي وزين أطلع بره الجو أقل رطوبة أو أكثر رطوبة وأكثر برودة كلها رأسا هاي رأسا والتغيير المفاجئة بحد ذاته كلها يأثر على البشرة العامل الثاني احنا بالشتاء نقلل لا نشرب مي لا نشرب سواء شرب المي هو الأساسي أكو عالم ما أخذ فكرة عن الواقع الشمسي إنه بالشتاء ما يستخدمون لا بالعكس بالعكس الواقع الشمس هو ما يقيني من حرارة الشمس واقع الشمس يقيني من فتش اسمه الـ UVR يعني الشعر الفوق البنفسجية اللي هي الموجودة بالصيف وموجودة بالشتاء حتى الإضاءة هاي العادية اللي تعرض لها إضاءة التليفون نعم فنصيحة عناية شون يعتنون بالبشرة هما بالبيت أولا مثلا يعني الابتعاد عن التغيير المفاجئ بالجو زين شغلة الثانية غسل المنطقة أو البشرة أو الاستحمام يكون لا هو ماء جدا ساخن معتدل خصوصا يسمى كهرباء فالماء هو معتدل أصلا داخل المبارد زين شغلة الثالثة أنه يعني يواضب على كميات مناسبة من الماء والشغلة الأخيرة والمهمة أنه يستخدم المرطبات بصورة دائمية مو إلا أنه إذا صار عدة جفاف أو لا بعد الاستحمام قبل النوم نعم دائما يستخدمها صوت عدة اليدين والوجه دكتور شون رأيك بالماسكات الطبيعية أكو بعض الناس تفضل لأنه استخدام الماسكة الطبيعية من داخل البيت ايه ما بيها شيء خليستخده بس شغلة الثانية أنه أكو أكو مجموعة شغلات يجوز يتحسس من عدد نعم الحساسية خصوصا الحموض الليموني صحيح شغلة الثافة لا يتوقع أنه حتسوي في التغيير شامل أو يخلي بالبالة أنه حتعالش في مشكلة هي تطي في الترطيب وفتشايني بسيط يعني هي توالم الكل أو متوالم الكل يعني اليوم مو أشوف الماسكات اللي موجودة على اليوتيوب ما شاء الله بكثرة يتحس الماسك مكونات تسوي كيك مو نسوي ماسك الوجهك بس يمكن متوالم الكل فالأفضل أنه يمكن يأخذون موات ترطيبية بسيطة بسيطة الواهس اللي يجي والتعب ويحس أنه هو يسوي بسي ماسهو شيء وورا ما يخسل وجه يجي ماسهنا يجي ماسهو شيء دكتور الكريمات وأجهزة الليزر من الأفضل ويا حالة نستخدم لها كريم ويا حالة نستخدم لها جهاز الليزر حلو هذا الموضوع الطرق تيلي أكو ناس مثلا يرسلوني دكتور أريد أسوي جلسة إزالة حب أريد أسوي جلسة إزالتك كلف أو تصمار وانت مشايفة أساسا كأنه مصباح سحر يريدون ماكوهي تش مصطلح هذا الغلط بالترويج الخاطئ ماكوشي اسمه إزالة حب الشباب حب الشباب هو حالة جلدية تحتاج علاج دوائي من يوصل مرحلة أثر منطقة بها أثر لوني أو تحفر بهالجانب أكو في جلسات بها سواء ليزرية سواء حق مثلا تصبغات تصبغات علاجها الرئيسي الأدوية هذا اللي يقوله العلم والكتب العلمية الشغلات الثانوية الأخرى كحقين كليزر هي شغلات إجراءات ثانوية مساعدة للألاج تساهم وتساعد ولكن ليس لألاج المصطل فهو بسبب هو أكو ترويج خاطئ لهذا الموضوع أنه الإعلانات كلها تخلصوا من فلان شيء بجلسة ماكوهيج شيء بجلسة وترجع وجهك إلى الله ماكوهيج شيء أبدا أبدا وأوجي منها الكاميرا أنه أنه الناس أنه ليصدقون هذا الحجي وأكون ناس اللي عندهم متابعين سين مينار رقم يطلعون فلان منتج ماكوهيج شيء هذه أرواح آلم بفتائع البشرة يعني اليوم ذكرت أنت مسألة مهمة الأعداد المتابعين اليوم أحد الأشخاص يمكن منيشوف صفحة خاصة بالدكتور للتجميل عنده مثلا يقول 100 كيئة صحيح يعتبروا هذا واو الدكتور يعني اليوم ناجح يمكن دكتور عنده 20 كيئة أو أقل بس يشتغل بعناية يشتغل بدقة صحيح أنا الأفضل أنه أزور أشوف الياش راس أن أسلم نفسي بيت شخص والله يروج ومشهور يعني هذا مفهوم خطأ أعتقد صحيح صحيح خصوصا المشكلة يعني أنه تفاديها يكون أصعب وخصوصا إذا الوجه الشوى طبعا هي مو موضوع سهل أكو يستسهلون الموضوع بس هو جدا مو سهل يعني إذا صارت مضاعفات صارت يكون علاجها جدا صحيح صحيح أنه بما يخص العالم التجميل أنه طبعا هذا حق شخصي لأي شخص يسوي إجراء أي شخص يقدر يسوي أي شخص عاش بيغير شيء هذا من حقه بس أنه يتأكد من الشيء اللي رح يستخدم على وجهه يعني ما شاء الله سأل كل عده تلفونات وغوغل وكذا عفيا مصار شيء صعب يقدر يقدر مثلا مثلا من تحقن شيء طالب كل مادة يأتي بها باتش نمبر بيها الاسم المادة والشركة المصنعة والكسباير وكل هاي الأشياء لازم يطالب بيشوفه من تروح للطبيب يعني يكون مثلا أنه تعرف أنه في زميل من عندك أو شخص قريب من عندك زارة وراحة وشايف يعني مو رأسا أو إذا رحت إلى طبيب لأول مرة يعني يكون متأكد بين الشخص تختصاصه وكشغل دكتور اليوم مجتمعنا نحن العراقي مفهوم التجميل تحسل بعد أكوناس بمتقبل هذا الموضوع نعم أنت شن رأيك أن المواطنين يوم بالعراق بدأوا يتقبلوا الموضوع التجميل صار عندنا الأمر الروتيني طبيعي وبعدها مقيد نوعا ما لا لا بالعكس يعني أكو قبالي هواي هواي خصوصا طبعا من كلا الجنسين من الشباب من الشباب أكثر صارين لا 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 تبقون أنتم مكتسحين مكتسحين صدارة نشوف ترينش اليوم ديمة من شخص يراجع شاب يعني يروح سوى كأنه عيب لا بالعكس وهو الموضوع يمكن لنظافة لأناقة الشخص لا 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 هذه حرية شخصية وحق أي شخص نعقدنا أذر شراء البنات أن الله جميل ويحب الجمال فأي بني شباب سوية تجويل بس هذا نعقدر شراء حتى الولدان أعتقد أي فأنا أذر وخصوصاً طبعاً أكو شغلات وتحتشون تلوق على الشباب أكثر من البنات مو صحيح دكتور اللي هي؟ مثلاً مثلاً تحديد الفك وأبراز الذقن أنا شوفها تلوق للشاب أكثر من البنات وهي أساساً دكتور يعني تزيد وسامة للرجل أكثر من البنية صحيح صحيح البنية من تسوي تعريض الفك تبينك طبعاً هو أي مضهر جولي تطلع يعني عريض رجولي مو صحيح لا أكو فأبعاد معينة مثلاً الزاوية اللي نستخدمها للفيميل ونفس الزاوية اللي نستخدمها للميل يعني أكو شغلات بسيطة نعم زين دكتور عمليات التجميل الصغرة شنو تحددها لصنف عمليات تجميل مثلاً أكو واحدة تحقن فلر فالعالم صنف أنه هي مساوية تجميل لا مو تجميل ما تقلت لش أكو فلر هذا اسم أطب تجميلي هو تحسين مظهر أبراز ملامح يعني يحس بها تجميل أولا لا مو تجميل يعني مو عمليات تجميل مثلاً هي عدتها اللي نرى بس برزتها أكثر بالحق دكتور عجل أمر مختلفين عليها جميع أي مكان عرّح لنا نسي شوفوا الليبنية عالشاشة وفي أي مكان شوفوا عمليات تجميل أيها كل عمليات تجميل وهي بينا يعني الموضوع فلر أيها بعض سنة تعال شوف تلقها راجع لبنيات طبيعتها يعني أي شيء وقتي هو مو عمليات تجميل أيها قلت للشعر أن نسميه يسموه بالأستاتيك مدسين أو طب تحسين المظهر يعني هي إبراز ملامح مثلاً نعم بس هي بحث ذاتها هي مواد تذوب بالجسم وتختفي وتنتيدي فهو مو تجميل بحث ذاته دكتور شنو رأيك بعمليات زراعة الشعر أنا سألتني هذا السؤال أخطب عليكم مراجعين يفوتوني لا بالعكس أولاً يدر بالتشجيل مقتنع بالإستايلونات أشب كل شيء أخيراً يقلب هناك ناس يأتيوني على حالات تصاصل شعر مثلاً يسألوني يقولوا يا دكتور زينا أنا شو راح نقنع بالعلاج وبالهاي وأنت شعرك لي ومصحي هذا حلو الموضوع هو عندي الصلع الوراثي هو شيء جداً شاعر يصيب 40 إلى 50 مرة 60% من الرجال وأيضاً يصيب قسم كبير من النساء طبعاً يمكن يبدأ بأي مرحلة من المراحل العمرية ممكن بعد البلوغ ممكن بالعشرينات ممكن للثلاثينات تبدأ لحالة تدهور تدريجياً حد ما توصل لدرجة الصلع زينا ممكن واحد يعني هو الصلع الولاثي يتلاحق له طبعاً إذا كان مبكراً ممكن علاجه بس الأدوة يبقى عليها فترة مزمنة مجرد أن يقطع الأدوية راح ترجع تدريجياً يعني لحالة الفيزيولوجية مثل ما هي زينا دكتورة ماذا وقت نحدد أن هذا الشخص يحتاجه زينا من جينا شخص نواصل مثل مرحلة تساقط أكثر من 40 إلى 50 مئة من المنطقة وبادي الشعر يتحول إلى شعر ناعم عديماً لون نسميه الفيلاس هير وصل مرحلة الزراعة من وصل مرحلة الزراعة راح نشوفه هل هو صدق للزراعة أو لا هذا يتحدد المنطقة المانحة يعني عدد البوصلات الموجودة بالجهة الخلفية من الرأس أوكي دكتور أنا أعتبر كشخص أنه يعني مو كانديد للزراعة لأن المنطقة أصلاً عنديها خفيفة فأترك أني أخذت من وقتكم لا بالعكس نورتنا نحن بالختام نشكر حضورت ومعلوماتك القيمة الله يسعنا دكتور محمد شرفتنا ونورتنا وحلقة حلوة ممتعة وستفادت معدها هوايا ناس هذه معلوماتك الطبية القيمة البسيطة الحلوة شكراً لكم شكراً لكم إن شاء الله نشوفك في حلقاتنا شكراً لكم